مثال على موضوع النومنكلاتشر واضح انه هو فيه تفرعات كتير بالنسبة للأيوباك نومنكلاتشر للدريفيتبز او البنزين دريفيتبز مشوف كذا اكثر سايز اللي قدامنا بيكلم عن ايه بيقول هو بيشوف هنا لو انا عملت ربليسمنت لو انا هيدروجين اتم اي هيدروجين اتم موجود عندي ممكن اعمل لها ربليسمنت للهيدروجين دي بالكولورين اتم ففي الحالة دي تعالى نشوف مع بعض انه ممكن يكون عندي ايزومرز بشكلها بكم شكل يعني لو انا عطلت لك ممكن اول حاجة كده عندنا البنزين رينج اوكي وشي اتش وممكن انا اعمل ربليسمنت للهيدروجين اتم اللي هي اتشت مع الكربون بوان كولورين اتم يبقى دا اول ايزومر معانا تمام يبقى دا نمبر وان نيجي نمبر تو ان انا ابدأ اشتغل على البنزين رينجز نفسها يبقى نسيب الـ CH2 زي ما هي تمام وابدأ اشتغل على البنزين رينجز نفسها زي ايه احنا خدنا سري بوزيشن اللي هي القرص والبارا والميتا يبقى اذا ممكن اعمل اتش منت الكولورين مع الكربون في الوضع وقرصه وعيد نفس الكلام للوضع او البوزيشن ميتا ونفس الكلام بالنسبة للبوزيشن بارا في الحالة دي كده ممكن نعمل اتش منت الكولورين اتو ونمبر فور يبقى تلاحظ ان احنا فضلنا البوزيشن بارا يبقى يزن دي الايزومرز اللي قدامنا هي دي الايزومرز المتاحة بالنسبة لنا يبقى كده الاجابة بتاعتنا هتكون معنا المتاح بالنسبة لنا هيكون فور ايزومرز لو انا استخدم او عملت سبستيوت الهايدروجين اتوم بكولورين اتوم واحد ممكن يقول لي يا مستر طيب احنا ليه ما جناش عند البنزل رينج التانية يعني ليه ما جناش هنا وبدأنا نعمل سبستيوت للهايدروجين الموجود معنا هقول لك حيث انت كده بتعمل ريبيتنج للايزومرز يعني بتعملش ايزومر جديد انت بتكتب الكومباون بس بشكل مختلف اواخد بالك فناخد بالنا قوي من خطة دي واحد يقول لي طيب مستر ما ممكن الكاربون هنا كولورين بتيجي هنا عند الهايدروجين اللي موجودة قدامي لاني مشاور عليها في الحالة دي انت بتقرر نفس الكلام انت بتقرر الوضع او البوزيشن البوزيشن ميتا